نريد أولا أن نعرف معنى التجديد ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها نعم بالنسبة للتجديد هو بمعنى إعادة الشيء جديدا إعادة البالي جديدا وهذا البالي باختلاف حاله إذا كان الدين فمعناه ما ترك منه معناه إعادة ما ترك منه فالدين يترك الناس منه ويزيدون فيه بالبدع المضلة فإذا جاء مجددون نبذ تلك البدع ورجع إلى ما كان متروكا من أمر الدين وحينئذ تتقدم الأمة ويزداد سوادها وتزداد أرضها وتزداد خيراتها وتزداد العدل فيها بحسب التزامها بكتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم وبذلك يعلم أن هذا من عمل الرجال ليس من الوحي نفسه في الوحي موجود ها هو القرآن بين أيدينا كما أنزل وهذه السنة موجودة في الكتب لكن ليست هي الحاكم المتصرف وهذا لا بد من بيانه لناس كثير من الناس الآن يقول لك لا نريد كتاب الله وسنة رسوله فقط نعم كتاب الله وسنة رسوله لكن من يطبقها وما فهمها صح المناسب لذلك علينا بطالب لما دع الخوارج بتحكيم المصاح قال ائتوني بأكبر مصحفين بالجيش فجاءوا به فجعلوا بحجره فقال احكم نعم سبحان الله نعم قالوا للحكم إلا الله وأن تحكمت الرجالة بكتاب الله قال هذا المصحف حلوا يحكم نعم فلا بد أن نفهم أن ما أمرنا الله به من الإحالة إلى كتابه إنما هو لمن يفهم الكتاب ومن يعلمه ومن يطبقه ولذلك قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يقل لعلموه جميعا